هذه الحرب الكلمة هي جزء من حرب الوعي والوعي هو الأساس لا تصدقوا في شيء تاني في الحرب غير العقل نفس الإنسان الهزيمة تقع عندما تقتنع أنت أنك هزمت نحن في 82 لما فات الإسرائيلي على بيروت أنا أذكر جيدا بعد نهاية اللحظة ما بنساها يعني كنا بعدنا أنه عم خلص أنه تم الأمر وبيروت سقطت وبالتالي نقاش وقت داول فأنا قلت لهم أنه نحن كنا 82 قلت لهم 85 حد أقصى يعني نحن رح نكون بوضعية حرة ما في إمكانية لهذا النظام أن يستمر وش عم بحكي عبقاء الجيش الاحتلال في بيروت ففي بعض الزملاء يعني الغفاق والأخوة وهذا من المناضلين والمقاومين والوطنيين وهذا اعتبروني متفائل كثيرا التأينا بانتفاضة ست شباط بال84 وأنا كان يعني إلي شرف أن يكون المنسق السياسي والعسكري والإعلامي فيها يعني بتكليف من الرئيس بردي وبتراضي الأطراف الأخرى التي يعني الأطراف الوطنية التي كانت يعني شريكة في الانتفاضة المرابطون من جهة القوميين من جهة حتى الحزب الاشتراكي اللي كنا عم نتعاون سوى بحرب الجبل فالمهم أنه بهذه الانتفاضة أنا ناسي الحديث يعني فهم اجوا ذكروني قال والله كان معك حق يعني أنه هذا الإسرائيلي والأمريكي اللي نحن شايفينهم يعني أنه قوة عظمى وتفرض إرادتها كما تشاء إذا نفسك في الداخل لم تتقبل الهزيمة وبقيت مؤمنا بأن الهزيمة لم تقع وأنك تقاوم معلول تدعي بأنك منتصر أنت مهزوم لا أنت ترفض الهزيمة ولا تعترف بوقوعها وتقاتلها وتقاومها وتضع المقاومات التي تسمح بدفع الساحة إلى الانقلاب نحن يعني الكلفة كانت هي التعرض لأن تستشهد مرات انتفاضة الضاحية وانتفاضة بيروت الأولى ثم انتفاضة بيروت الثانية بقاب 83 ثم بشباط 84 حتى استتبى الأمر وحسمت القضية سقطت الدولة لبناها الأمريكي وبدأت تفاوض على إعادة تأسيس الدولة وفق صيغة حكومة وفاق وطني وتوحيد الجيش الذي كان انقسم والشرط الأول إسقاط اتفاق 17 عيار فإذن هذا اللي عم نحكيه أنه الوعي هو الأساس ونحن المهمة التي نحاول أن نؤديها من خلال هذا التواصل هو التكاشف بصراحة مش أنه يعني نعطي معنويات ونقول لا تخافوا نحن منتصرين ونكون نحن عم ننهزم هذا ما بيبني لأنه أصلا هذا يعني بيضرب المصداقية أنت لا تتصدق لازم اللي عم تقوله يكون هو الواقع وتأتي الأيام وتؤكد أنه هو الواقع أنا بذكر ببداية الحرب على سوريا يعني بعض الأصدقاء كان عندهم نظرية تقول أنه مجرد صمود الدولة السورية في الأيام الأولى تعني أن المشروع الأمريكي هزم وبالتالي يجب أن نخرج إلى الناس وأن نقول أن الحرب على سوريا انتهت يعني شعار خلصت إذا بتتذكروا وأنا كان لي رأيي أن هذا الشعار غير مناسب هذا الشعار سيخلق وهما عند الناس أن المقصود أن الأزمة لن تتبدى والحرب لن تتبدى بأشكال ربما أكثر ضراوة من التي نراها وبالتالي لا بدنا نكاشف الناس نقول لهم هذه الحرب طويلة وأنا كنت دائما أطل على وسائل الإعلام وأقول أنا واثق يقينا بالنصر القادم لكنها حرب طويلة ستمتد لسنوات واشرح قول أنه اللي بيقولوا أنها حرب يمكن الانتصار فيها سريعا من حيث لا يدرون وبحسن نية طبعا هم يعني يصورون أن سوريا ليست بهذه الأهمية أنه الأمريكي بيجرب مشي الحال مشي ما مشي بيلكم باي باي مبروك عليكم النصر هذا غير صحيح ما مشي الحال بهذه الطريقة بديجي بطريقة أخرى وبطريقة ثالثة ورابعة وخامسة وبالآخر داعش وبعد داعش يعني ما خلوا لبأة والعقوبات وسواها والغارات الإسرائيلية لن يسلم بسهولة بنصر سوريا لأنها سوريا يعني لأنها عقدة الاستراتيجية في المنطقة أنتم من تبهين مثلا أنه كل إمبراطوريات العالم لم تحصل على عمادة الإمبراطورية إلا عندما جاءت إلى سوريا رجعوا له يعني اعتبروني أنا عن بالغ ورجعوا دققوا لشوف إذا بتلاقوا إمبراطورية واحدة استطاعت أن تحكم العالم حتى الإنجليز يعني حكموا في مصر وفي فلسطين وفي العراق وتنازلوا عن سوريا ولبنان للفرنسيين انتبهوا كانت فرنسا ديقول ولا شي يعني أعطي أمريكية فرنسية أنه بالكاد تتحررت فرنسا فهني عطوا فرنسا سوريا ولبنان مش أنه أما الإمبراطورية البريطانية لا كانت هي المسيطرة في هذا المشرق وهي تدير الملف اللبناني والسوري والفرنسي في الواجهة يعني فبالتالي ما في إمبراطورية وبالتاريخ الإمبراطورية الرومانية الفرس ما في ولا إمبراطورية حكمت في العالم دون أن تمر في شوريا لا يا لأنه هاي سوريا هي قلب التاريخ يا جماعة إذا لم تكن هي كذلك اللي بيآمن بأله وبيآمن بالدين بيسأل حاله أنه ليش الأديان كلها نزلتهم واللي ما بيآمن كمان بيسأل حاله ليش هالأنبياء اللي هو برأيهني عباقرة طيب رسالاتهم أطلقوها من هون أنه هذه الأرض فيها ميزات وصفات ونضج اجتماعي وثقافي وتاريخي وحضاري يؤهلها لأن تكون حامل لمشروع جديد يعني كيف ما برمت هاي المنطقة هي الدنيا هي كل شي من يحكمها يحكم العالم ومن يسقط فيها يسقط في العالم طيب من هذا أنا كنت يعني عم بشرح ليش ما مشيت مثلا بنظرية خلصت وقلت لا هاي حرب طويلة ومن صارح الناس أنها حرب طويلة لكن من قلله انقناعتنا أن النصر أكيد وأن المشروع سيهزن وهكسر على كل حال حتى الآن لم نخرج إلى النصر الكامل في سوريا لكن هزم المشروع الآخر بتذكر حتى لما عملت العد التنازلي للمائة يوم اللي أعقب الولاية الثانية لباراك أوباما واللي تعرض للتشويه الحقيقة يعني المشروع اللي أنا عملته كان عم بيقول مائة يوم لحسم أن لا غزو أمريكي لسوريا صار أنه أنت عم تقول خلصت أنا ما قلت خلصت أنا عم أقول أنه هاو المائة يوم بحصيلتهم كان عم يستعد هيلاري كلينتون كانت هي وزيرة الخارجية في الولاية الأولى لباراك أوباما إجا باراك أوباما كلف جون كيري بوزارة الخارجية وبدأ النقاش هل يترجم كيري وصايا هيلاري كلينتون بغزو سوريا أم يذهب إلى شيئا آخر وأنا قلت أصلا جئ بكيري ليذهب إلى شيئا آخر والشيء الآخر هو الذهاب إلى روسيا والقول بالحل السياسي وطبعا هذا الذي جرى في أيار الألفان وثلاثة عشر ثم جاء في تموز بنظرية الألفان وثلاثة عشر ثم جاء بتموز بألفان وثلاثة عشر بده بقاب بده يعمل غزو لسوريا وإجا بالأساطيل وأنا كنت يقينا أقول لا غزو يعني بس لا غزو مش معناته انتصرنا بعد فيه وجبي تاني وإجا الداعش بالألفان واربعة عشر وإجا الروس بالألفان وخمسة عشر وكتار قالوا خلصت هلأ لا ما خلصت وهي لا تزال مستمرة الآن إذن نحن موجودين لحتى نناقش الأفكار بمسؤولية مش لا فقط منتصرين وخالصة ومنت هي وإسرائيل عم تنهار بين أيدينا مش هاي الصورة لا بدنا نحكي الأمور بصورتها الواقعية طبعا هلأ في بعض الناس بس لا شوف هذا التعليق اللي عم يقول أنه أداء حزب الله امتازة بي شو البلدة يعني خليين لك النباهة إليك يا حبيبنا وسوء التقدير والخوف كويش فهذا اللي وصلنا إلى هذه الحالة المزرية على كل حال يعني أنه منحس نحصنا الله مش مسلمك إليك لأنه ما بعرف وين كن نصرنا يعني أنه أنا رأيي اللي بدي يعد ينظر للناس اللي حامل دمه على كفة بده يكون هو يسابقها بساحة المواجهة يعني أنه إذا برأيه أنه هن بلدين لازم يكون هو ديناميكيته أعلى في تحمل مسؤولية المقاومة في قيادة المقاومة في أداء مقاوم بصير بيحق اللي ساعتة يقول هذا صح وهذا غلط بس واحد قاعد ببيته وممد دجرة وعم يشرب شاي إذا مش شي تاني وقاعد هلأ بده نظر للناس أنه هن بلدين بدي يعملهم فحص الأيكيو يعني للشباب معلش لا توخذنا يا أخ أي مين أي مين طيب نحن عم نناقش الأوضاع الراهنة بمسؤولية إذن وعم نناقشها من خلال محاولة فهم الذي طبعا مزبوط بسام الحلبي كانت على قاعدة المائة يوم الأولى من ولاية أوباما أنه في نهاية المائة يوم بده يختار يا الحرب يا صرف النظر عن الغزو والذهاب إلى أشكال أخرى من الحرب أشكال أخرى من المواجهة غير الغزو العسكري على كل حال هلأ في سردية سائدة فجأت اليوم أنا يعني طلعنا اليوم كان عندنا فاتحة على روح الشهيد محمد عفيف وبتشوف ناس وهذا ففي كثير عم يحقوا أنه شو رأيك من باب القلق يعني لأنه سامعين بالصالونات السياسية أنه خلاص فيه قرار دولي متاخد وواضح أنه حزب الله بعد ضربة السيد أنه بيبقى حزب سياسي لكن ثبت موجودية أنه مش للإلغاء والحل يعني كرم أخلاقي كبت الخيرون وأنه بدوا يسلم سلاحهم يعني الأمر انتهى هذا قرار دولي وهذا والعماد جوزيف عون قائد الجيش هو رئيس جمهورية اللي اتفق عليه وهذا ولأ كل هذي إخراج يعني بدوا يطلع بسلاحهم من الجنوب وثم بالداخل بدوا يشوفوا شو يساووا وشو يعملوا طيب رح نبلش وحدي وحدي أرار دولي مين ومين يعني أرار دولي أنه أرار بالاتفاق مع روسيا والصين والله بدونهم بدون من نتعذر الآن واضح أنه الأمور بأسوأ حالاته بين أمريكا وروسيا بضوء استخدام الصواريخ البعيدة المدى لقصف العمق الروسي وتهديد الرئيس بوتين إذا عم بتتابعهم بارح وقع تعديل للعقيدة النووية وعم بيهدد باستخدام السلاح النووي وبالتالي الأمور يعني آيمي لإيامي بينه وبين الأمريكان وحتى عم بيقولوا الرئيس ترامب إذا ما بدوا يقدر يقدم شي جدي للاعتراف بالحقوق الروسية والمكانة الروسية نحن بغنى عن الحوار بهذا الجو اللي بيقولوا أنه حزب الله فإذا قرار دولي أصدقه قرار غربي للتوضيح كويس هالقرار الغربي برأي يعني إيران شريكي فيه والله هو تحدي لإيران لنمشي معهم وحدة وحدة طيب إذا روسيا والصين مش طرف لأنه أصلا يعني بايدن وترامب متفقين على العداء للصين مختلفين على موضوع روسيا واضح ألا روسيا مش بالوارد إنه تكون طرف باتفاقات لأنه الأمور إلى أعلى مراتبة بوتن عم يحكي بتفعيل العقيدة النووية طيب تعونا نشوف إيران شريك يعني بتصفية حجب الله أنه خلص بس لنحفظه كجسد يعني إيران إذا طلعت من المنطقة ومن القضية الفلسطينية شو المكاسب اللي بتحصل عليها يعني شو مكانتها بمعادلة الإقليم إذا العالم عملتها إيمي وعملتها حساب لأنها جزء من معادلة قوة تفرض حضورها بالمنطقة من بوابة وحدة اسمها الصراع مع إسرائيل اللي تخاذلت عنها الدول العربية وحملت رياتها إيران أصلا ستفقد مصداقيتها مش بس أنه يعني هي اليوم قوة أيديولوجية عقائدية ثبتة بأنها مخلصة لأفكارها طوال أربعين سنة على ذات الخط على ذات التوجه على ذات النفس فإذا وما في شي بيقول أنه إيران وأمريكا هلأ في صفقة بينتهم لا مع إدارة بايدن واضح أنه في إمكانية وإدارة ترامب بكتير يعني ليش ما تدفع كاش إيران هلأ على الطاولة شو تدفع التخلي عن أهم حليف عن القوة التي رفعت رأس إيران في المنطقة عن القوة التي كان إذا كانت إيران تتعرض لخطر هي اللي ممكن تقول نحن لن نسمح مش منطق شيء وشفنا أنه إيران كلامها خطابها منطقها معاكس تماما حتى على مستوى واللي معتبر وبدو يقول وهلأ في عهد إصلاحي ومدري شو إلى آخره طيب ما نبين يعني أنه الأمور الاستراتيجية في إيران ما تغير فيها شيء يعني أنه صانع القرار الاستراتيجي في إيران هو الإمام الخامنائي يعني مش رئيس جمهورية وهذا مش معناته أنه رئيس جمهورية خارج يعني أنا بسمع كنت بطهران وشفت الأستاذ جواد ظريف نائب الرئيس ووزير الخارجية وأنا بقدر ألكم أنه الموقف الإيراني في القضايا التي تتصل بالبعد الاستراتيجي واحد بتختلف اللهجة فيه لكن هو واحد موضوع فلسطين مش للمزح مش للتسلية هوية إيران وأنا هذا الكلام حكيه قبل بظروف مختلفة يعني حتى ما حدا يفكر أنه أنا له علاقة بهذه اللحظة أنا يعني حاكي طويلا أنه بالزمان جاء لإيران عرض بالألفين وثماني بأزمة الإصلاحيين وتيار الأخضر أنه تعوا نعمل اتفاق إيران الإمبراطورية بالخليج أنتم القوة العليا أنتم اليد العليا بأفغانستان أنتم شركاؤنا بالعراق أنتم شركاؤنا هنا العرض لأمريكي حملته عمان وابلغ للشيخ رفسنجاني الله يرحم وكان يعني مرشح لرئاسة الجمهورية وراح لعند السيد الخامناء وأنه بدول روسيا آسيا الإسلامية ذات طابع شيعي أنتم أصحاب الكلمة الفصل فيها وذات طابع سنة نحن والسعودية وتركية فيها ملف نووي خدوا ملف نووي عمي هاي باكستان عندها نووي عسكري وما مقاربين عليها نحن ولا عاملين عليه شيء مشكلتنا معكم أنه تمتلكوا طاقة نووية وأنه تكونوا أقوياء وأنه يكون عندكم اقتصاد قوي وهذا له علاقة بإسرائيل مش بشي تاني فطلعوا لنا من قصة إسرائيل ما حدا عم بيلكون اعترفوا بإسرائيل ما عم بيلكون تخلوا عن عنوان فلسطين والحكي بفلسطين وقفوا شيء واحد تمويل الفصائل الفلسطينية المسلحة واللبنانية وغيرها التي تعمل تحت عنوان مواجهة إسرائيل بناء مقدرات لحرب مع إسرائيل هذا وقفوا لنا وروحوا اصرفوا على أسر شهداء اصرفوا على التنمية اصرفوا على اعملوا للمستشفيات إلى آخره طيب كان جواب الإمام الخامنة قال له سؤال للشيخ رفسنجاني هل هذا العرض هو من عندياتهم يعني هن كرم أخلاق والله بسبب قوتنا قال له لا بسبب قوتنا قال له كويس فإذا إذا أظهرنا مزيدا من القوة بيجي عرض أحسن منه قال لي نتفق على هاي اتنين نحن شو هويتنا كدولة نحن إذا دولة فارسية هذا المشروع ممتاز إمبراطورية الفرس بس نحن ليش دولة إسلامية لأن أي هوية قومية تغلب على سائر القوميات بإيران بتعمل حرب أهلية وتفتت على أساس إتني وعرقي و57 قومية وعرق بإيران شو الموحد الإسلام الإسلام مش موحد شكلا موحد لأنه الإمام الخميني أعطاه مضمون هذا المضمون هو مواجهة الهيمنة ومواجهة الاستكبار العالمي ونصرة فلسطين والدفاع عن المقدسات فإذا تخلينا عن هذا سقطت شرعيتنا الإسلامية فإيران عندها فلسفة لهذا الأمر الاتحاد السوفيتي بالمناسبة وحدة من الأسباب اللي بدأ السقوط الأخلاقي فيها للاتحاد السوفيتي هو الاعتراف بإسرائيل لأنه إذا بدكم ترجعوا على كل الدراسات اللي كانت معمولة بإيام لينين وهذا اللي بتقول أنه هذا المشروع مشروع استعماري ليش الاعتراف فيه تميز عليه اليهود والروس بس تبلش تشتغل السياسي بمعنى تنازلات ومساومات على حساب المبادئ أنت تبلش تسقط إيران أدركت أنه هاي قضية فلسطين هي القضية اللي بتوحد العالم الإسلامي وأنه الشيعة بالعالم الإسلامي أقلية لا يقدر يكونوا عنوان للوحدة الإسلامية وتنفتح عليهم الحالة السنية الإسلامية لازم تكون القضية لمسكينها وعم بيقاتلوا من أجلها أنا عم بحكي بالتحليل السياسي إيران خلفية عقائدية ودينية بس أنا عم بحكي كتحليل سياسي كمصلحة سياسية للنظام وين تلاقى مع البعد العقائدي للثورة والجمهورية ولفكر الإمام عقل النظام الجمعي هون أنه بمفهوم الأمن القومي للدولة الإيرانية قضية فلسطين هي المدخل لعالمية إيران هي المدخل للوحدة الإسلامية هي المدخل لجعل العالم الإسلامي قوة عالمية شريكة في بناء أي نظام عالمي جديد وبالتالي إيران مدركة وهذه المعركة طويلة بس مدركة وهذه المعركة اللي مش بس لما تنتهي هي وبعدها موجودة وقبل أن تحسم وقبل أن يتم النصر فيها مجرد البقاء في ساحة الصراع يعطي إيران مكانة استثنائية في الساحة الإقليمية والدولية وهذا الوضع اللي قائم الآن يعني ما بده أدلة وإثباتات فإذا نظام عالمي قرار دولي قرار المجتمع الدولي مش مضبوط الغربي بالتنسيق مع إيران لا ضد إيران طيب أرار غربي ضد إيران معناته بدك تقول لي شو أدواته يعني مش جاي متواطئ هو إيران إيران بده توقف إمداد إيران بده تتآمر بقلب حزب الله على حزب الله مش هيك أنه أرار لكسر إيران انطلاقا من كسر حزب الله طيب هذا لازم كسر عسكري يعني طيب أنه في أمريكا بتعمل غزو للمنطقة يعني غير الإسرائيلي والله الإسرائيلي بده ينتصر عسكريا المعطيات الموجودة بالجبهة ومش بس بالجبهة بالمنطقة وبالعقل الجيوش النظامية عادة بتحط كل تقلة يعني مش بس بتحط كل تقلة هي زخمة قوتها حيويتها في الأيام الأولى للحروب بس يمضى زمن على الحرب بتبلش يبهت بتبلش تبرد قدرتها بتبلش تتراجع روحها القتالية بينما المقاومات عكسها شو مهمتها بتكون بالأيام الأولى والأسابيع الأولى المقامة خدوها بكل بلاد العالم تلقي الصدمة وانتصاصها واحتواءها وأن لا تصفك في الضربة الأولى يعني حماس بالأيام الأولى بغزو غزة شو عملت انكفأت تركت الجيش الإسرائيلي اللي مندفع بكل هذا الجبروت مع الطاقة النارية يفوت ويتمدد وبعدين بلشت على الخفيف بالشهر الثاني والثالث أقل بالخامس والسادس هو صارت أحسن بالعاشر والإحدى عشر أحسنين ليه؟ لأنه بيكون الجيش مركز انتشر انكشفت نقاط ضعفه صارت بتعرف المقامة وين تقدر تهجم على مواقعه للضعيفة المعزولة وين تعمل كمائن هذا طيب فإذن كمان اللي عم يقلنا هلأ منشوف إذا ستبقى غزة وحدها ليش الانهزام مبكر بيصير عنا يعني ليش قوى المقاومة ما عنده هوامش مناورة مع جمهور إذا كان صادق بأنه هو مع قضية فلسطين إذا صادق لازم يكون يعني عنصر مساعد للمقاومة لتقدر تربح حربها بأن يتقبل مناوراتها وتكتيكاتها والمناورة تعني يعني الظاهر غير الباطن مش هيك طيب ليه ما منطول بالنا على المقاومة مين قال في اتفاق اليوم عشو مستعجلين مين قال بعدنا بقلب المفاوضات المقاومة شو عم بتقول عم تقول للداخل اللبناني أنا مش العقب يا أخي إذا فيه 17-01 لا يمس السيادة اللبنانية أنا جاهز إذا الإسرائيلي بيطلع من الأراضي اللبنانية المحتلة وبيوقف انتهاك للأجواء اللبنانية وهذا أنا حاضر بطلع برات الليطانة ومنوقف إطلاقنا صار هذا خالص وكامل وبننا نبلش نسأل المقاومة عن مستقبل غزة بكير والله بكير عشو مستعجلين ليش مستعجلين لنبني استنتاج أنه خانوا غزة يعني هاي بتفرحوا إذا أصبتم المقامة بأذى وإساءة أو إذا قدمتم صورة سودوية في ناس بتحب بتحب الصورة المتشائمة في ناس بتحب تقولوا أننا راحين على هزيمة طيب ما لا توخزونا مش راح فينا نجاريكم مش راح نقل لكم فشرتوا راح نقل لكم غلطانين يا شباب مش راحين على هزيمة هل أنت ببساطة القصة موسيقى